أخيراً من اللاعبين محمد صلاح واحد من أبطال مطش النهاردة محمد صلاح مش عشان الأداء الفني المميز الكبير اللي هو عمله رغم أنه عمل مطش كبير ولكن شخصيته النهاردة لما الفرقة احتاجته أنه هو يقوم بأدوار الدفاعية بعد طرد محمد دهاني محمد صلاح كان موجود وكان النهاردة قائد بحقه حقيقي لمنتخب مصر وبيلعب بزكاء وخبرة كبيرة جداً ما يحسهاش لعيب الكرة لأنه فيه وقت من الأوقات استخدم خبراته أنه يحتفظ بالكرة لأطول فترة ممكنة علشان حاسس بزميله أنهم مش قادرين مش أي لعيب يعملها مش أي لعيب عنده كواليتي يعملها وفي أوقات كتيرة جداً فيه لعيبة بتفكر في نفسها يقولك لأ أنا دلوقتي أخلص من الكرة مستطعش مني لأ صلاح كان قدم مسئولية في التزامه الدفاعي وزكاءه الكبير جداً في سحبنا لما بنعمل التحولات ودي اللي عمله صلاح النهاردة ده تكوين خبرات كبيرة جداً خلال سنوات طويلة مش أي حد يعرف يعمل الكلام ده زكاءه وإم تقف على الكرة وإم تقف عليها ثانية اثنين وثلاثة ولما اللي عيبة حواليه وحاول أخذ فاول ساعة كاب بتقطع منه لكن كان بيشتري وقت لمنتخب مصر كويس جداً في إن اللي عيبة تاخد نفسها وتطلع عليه عمل الكرة حلوة قوي المرموش في وقت صعب الفوليوم بتاع الباص الكواليتي بتاع الباص في مساحها المرموش كان لازم مرموش يقتل الجيم قبل الجل ما يخش فينا بدقتين كان لازم مرموش يشطها بوش رجله جامد على الأرض بشماله هتخش جون هتخش جون لكن مرموش برضو عمل دور كويس لما نزل